آآ شايفة كمان ان في علاقات كان الانفصال فيها بسبب رفض الاهل. بصوا العلاقات اللي فيها فرق تاني دي على فكرة الطرف التاني بيحبك جدا. وعايز يعمل عشانك حاجات كتير آآ بالزبط ان هو كمان يعني احساسه ان هو كان عندي تجارة تبقى قبل كده آآ يعني هو سعلاقته بيك مش عايز يقرر حاجات كتير مرت في حياته يعني حاجات مرت في حياته هو ما حبهاش آآ مش عايز يقررها معك هو عايز يبدأ معك من جديد. انت كمان يا برج السور شايفة كتير منكوا عايزين علاقات جديدة يعني ورايحين بالفعل لعلاقات جديدة. بس عايز اقول لك ان في الفترة دي برج السور احزر من التهور. يعني كل قراراتك كل اختياراتك لازم تكون مدروسة ومحسوبة. آآ في الفترة دي كمان يا موليد برج السور انت بتحس شوية بلغبطة في حياتك يعني اللغبطة دي او الارتباج ده انت بتحس بيه ان هو بيأثر عليك بيأثر عليك بالسلب يعني اللي هو حاسس انه موقفك يعني بيأثر عليك وعلى تقدمك توق عمليا او عاطفيا. آآ آآ بتحسي يعني انت انت كمان حاسس ان فيه جوا الجرح. وهنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي وحنا ماشيين كده مع بعض واحدة واحدة الجرح ده صدق وايه? بس انت رغم الجرح الكبير اللي جواك ده انت بتتظهر بالقوة. يعني انت من قدام الناس آآ مش مش مبين. يعني مبين آآ في موقف قوة. فيه كمان حاجات انت بتحاول تكتشفها. او عايز تعرف حقيقتها. حاجات كده بتنعكش فيها في فترة دي. بس ده يعني هيحصل ان شاء الله يعني هتحصل على آآ عليها او اللي انت بتدور عليه ده في الفترة اللي جاية القريبة دي ان شاء الله. برج ستور انت بتقدر تفكر في اللي فات كتير. يعني شايفك بتفكر في اللي فات كتير جدا. يعني بتحس ان ما فيش حاجة او علاقة بتكمل معاك خالص. آآ هنا لازم اقول لك وبقولها على طول ودايما وكل كل برج بشوف نفس التفكير ده ان آآ انك لازم تنسى اللي فات. يعني لازم تنسى اللي فات وتبصل قدام في علاقات معينة طبعا. يعني دايما اللي بيسمعني ياخد بالو يعني اني بقول لناس كتير. فاحنا هنيجي واحدة واحدة مع بعض في كزا آآ علاقة او الاراية اللي قدامي هقولها آآ بكل الطرق الممكنة اللي الكارت عاوز يوصل هون. فهنا في الحالات اللي زي دي آآ انك تبصل قدام يعني طبعا زي ما قلت آآ لان انا قلت لك في الاول ان كل الحظ في طريقك. فبلاش انت بطريقة تفكيرك تعطله. لان احنا لما بنبقى طريقة تفكيرنا سلبية وافكرنا عن نفسنا سلبية او عن الحياة سلبية فاحنا بالشكل ده بنجلب لنفسنا السلبي. فهنا انا بقول لك لأ انت اللي قدامك حلو جدا وبلاش تفكر في اللي فات خالص آآ ومبطل طريقة التفكير دي امورك كلها هتتحسن ان شاء الله. وهتشوف حاجات كمين ما كنتش يخيب لك منها. يعني آآ كأن حد على عنيه غشاوة كده وتشالك. وده هيبقى على كل المستويات يعني مش عاطسيا بس. آآ تعالوا بقى نشوف شوية كده بقى النواحي للاجابية يعني اللي انا شايفاها في القراءة آآ بالنسبة للمنفصلين البعض منكم تفير جوع للطرف التاني. لان انا شايفة هنا ان الطرف التاني او الحبيب بيفتقدك جدا بيفكر فيك دايما. يعني في حاجات كيف بتحصل بينكو كلامكو تفكيره يعني عبارة عن ان هو بيفكر في ذكريات. يعني شايفا اللي هو تفكيره فيك مش مش بيلومك بالعكس تفكيره ايجابي وبيبعث لك آآ طاقات ايجابية. آآ آآ برج ستور عموما انتو عندكم آآ امنية او على طول بتتبعوا في حاجة كبيرة نفسكو تتحقق او نفسكو تحصل آآ هي هتتحقق ان شاء الله. وممكن كمان نقول ان هي بدأت. يعني ان هي بدأت تتحقق في الفترة دي بس هتحسها بالتدريج. آآ في امور سيئة على مستوى العلاقات العاطفية. امور سيئة بتنتجي. وفي فرحة جاية ان شاء الله. آآ برج الصور في علاقتك مع الابراج المائية. الابراج المائية اللي فيها انفصال. آآ العلاقة كان فيها سوق تفاهم دايما يعني. ما كانش فيه تقريب لوجهات النظر بينكم. الطرف التاني هنا آآ حاسس برضو انه الضلم بالعلاقة. وانه قدم كتير وممكن ده يرجع زي ما قلنا لسوق التفاهم. يعني هو فيه سوق تفاهم بينكم وانتو اللي هنين. لان شايفة احساس. ده عندك وعند الطرف التاني برضو. يعني آآ ما كانش حد فيكو قادر انه يفهم التاني آآ رغم ان انتم اللي اتنين حوالتو. آآ شايفة برضو فيه انتصار ليك يا برج الصور. ان شاء الله. وده برضو قريب. آآ آآ يعني بالذات ان شايفة ان فيه كتير منكو عنده احساس بالظلم. والغدر. وده ممكن كان آآ توجود او معه علاقات ترابية زيت. بس ان شاء الله نصرك قريب. الظلم اللي انت حاسس بيه ده اللي عندك مش في العلاقات العاطفية بس. آآ في بعضكو حاس بيه من ناحية الاهل. في منكو قرر يبعد. يعني هما ممكن ما يكونوش اهل قوي. آآ المهم ان هما ناس قريبة منكو. بصمينك برضو يا برج الصور لان شايفة يعني برضو انك عندك حالة قلق كبيرة. عند كتير منكم. آآ بصمينكم انها هانت والامور هتتحسن للافضل ان شاء الله. تحسن في امور كتير ومواضيع في طريقها للافضل ان شاء الله. يعني انا عارفة ان الفترة اللي فاتت كانت صعبة ومملة. يعني وجع لكم وقت آآ حسيتوا ان خلاص صبركم خلص. بس زي ما قلت هانت وفرح كتير مستنيوك ان شاء الله. يعني حتى اللي مش عايز علاقات جديدة. يعني مش عايز علاقات جديدة ربنا هيعوضوا بحاجات كتير قوي. يعني انا شايفة فيه منكم مش عايز علاقات جديدة ولا قديمة. يعني فيه منكم عاوز آآ آآ استكرار في حياته كده الحياة الخاصة. فشايفة ان الحادة في الحالة دي انت هتتعاوض بحاجات كتير اوه. آآ بس مطلوب منك انك تعيد حساداتك. يعني لازم جرج السوري يعيد حساداته وطريقة تفكيره في امور كتير. عشان التغيير ده يحصل. آآ شايفة هنا علاقة مع ابراد نارية. آآ فيه في حياتك يا برج السور. يعني فيه في حياتك حد حبيته قوي. يعني حد. يعني حب ما حسيتوش قبل كده. حسيت ان ده اكتر حب بيسهمك. يعني انا هنا شايفة قداني فيه حالة حب انت مريت بيها. آآ يعني كانت بالنسبالك اصدق حالة حب انت مريت بيها. آآ الحالة دي انتو فيه تواصل بينكم. فيه تواصل بينكم كبير. العلاقة دي انتهت فجأة. فجأة ومن غير مقدمات. انت نفسيتك تعبانة. اللي بيمر بالحالة دي هو نفسيته تعبانة جدا. عايز تعرف اللي حصل. طرف التاني برضو لسه بيحبك وبيتفكر فيك. بس انا شايفة مش عايز يتكلم على اقل في الفترة الحالية. بس تقريبا العلاقة دي دخل فيها طرف تالت. دخل فيها طرف تالت خربها. يعني وممكن الطرف التالت ده يكون آآ آآ عبارة عن نقل كلام. ممكن يكون حسد. ممكن يكون حسد حصل للعلاقة نفسها. يعني في حاجة حصلت وبطريقة مش آآ الطريقة اللي حصلت بيها الحاجة. عشان العلاقة دي تقف هي طريقة غير مباشرة. يعني ما جاتش ما جاتش كده. طريقة مش مفهومة. بس اللا قدر اقوله ان انا شايفة ان الطرف التاني في الحالة دي هو مش نفسيت. يعني بيفكر فيك بيحبك. آآ زي ما قلت هي تقريبا العلاقة دي كانت مع برج ميل. طبعا قلنا مش لازم الابراض قوي. آآ هنروح هنا للعلاقات اللي تم فيها انفصال. او بيتم فيها انفصال. لان انا شايف علاقات. تم فيها انفصال وفيه علاقات حاليا فيها فيها انفصال. آآ بعضها مع ابراج ترابية آآ سيف الحالات دي تم اكتشاف خيانة فيها. انت بعدت. آآ في حالات انت فيها بعدت وانت تعبين جدا. الطرف التاني برضو مش مرتاح. مش مرتاح وحاسس ان هو اذاك. آآ فيه برضو انفصال كمان مع ابراج هواقية. آآ فيه شايفة اختلاف وجهات نظر وفيه مشدات كلامية يعني. انا شايفة ممكن فيه تطاول بكلام. يعني ما حدش فيه كتنازل او حاول يفهم التاني عايز ايه او بيقول ايه اصلا. يعني انا شايفة آآ خبط في بعض كده. فيه عند كتير. بس شايفة ان فيه علاقات هنا كتير فيها رجوع. وشايفة ان فيه علاقات يا برج الثور انت اللي بعيدت. علاقات تمعت فيها لكلام الناس مش لقلبك وعقلك. فيه علاقات انت تمعت فيها لكلام الناس واخترت تحدي بيحبك وانت دلوقتي حاسس بده. آآ بس احساسك ده وكأنه انه بعد سوات الاوامل. يعني مش آآ يعني ممكن تكون انت ارتبطت بحد تاني او هو ارتبط بحد تاني. انا بتكلم هنا عن العلاقات اللي بالشكل ده. اللي حصل فيها ان برج الثور هو اللي تخلى. آآ شايفة شايفة القراءة حلوة. آآ فيها جانب كبير ايجابي. شايفة فيه رجوع بنسبة كبيرة لو اتكلمنا عن مجمع القراءة فيه رجوع بنسبة كبيرة بالذات مع الابراج النارية والهوائية. الرجوع بسبب ان الطرف التاني لسه بيحبك. يعني انا شايفة فيه حب من الطرف التاني بيفكر فيه. ومش مرتاح وهو مش معك. آآ كمان فيه حاجات آآ الطرف التاني عمال يعملها بيغير بها حياته. يعني ممكن يكون شغال على نفسه. لو حاسس انه غلطان في حاجة او كان بيتعامل معك بشكل مش كويس. او ايا كان السبب هو يعني المهم هو عمال بيصلح في حاجات في نفسه. يعني هو مش عايز يرجع لك كده. يعني انا شايفة الطرف التاني هو ده حاله دلوقتي. تفكير فيك. آآ مش مش نفيك. وانه بيحاول يشتغل على نفسه في للأحسن. شايفة ان فيه علاقات انت اللي نهيتها او مش عايز تكمل فيها. وده هنا السبب آآ ممكن طرف تالت او معاملة سيئة من الشريك. آآ في الحالة دي عايز اقولك انك لازم تشغل دماغك. عشان ترجع حبيبك. يعني فيه حالات لو حصل فيها ان حسيت ان الشريك يعني فيه حد تاني او بيميت. لان انا شايفة هنا فيه حالات معينة. آآ ان فيه الشريك فيها مش خاين. هو عنده تشتيط ومتلغبط. فحاول تزبط الامور بالحكمة والصبر لانهم مطلوبين جدا منك في الحالة دي. الغير مرتبطين في ارتباط وفي الغالب هيكون عن طريق حد. يعني هتتعرفوا عن طريق ناس مشتركة وتعرفوهم. او في سفر. وفيه نسبة هيكون الارتباط من جنسيات مختلفة. آآ الكراءة كويسة. الكراءة العاطسية كويسة. آآ اتمنى لكم السعادة والتوفيق والنجاح في كل امور حياةكم يا رب. آآ هستنى منكم التعليقات. اعرف ايه رأيكم في الكراءة. آآ وما تنتوش اللايزة والتيلة لاغارتك.